لماك إكس بريس رجعنا معكم في آخر جزء من لماك إكس بريس كما عادة نحكيه على العالم شنو اللي صار فيه اشتار في العالم نحكيه وليد على صدرات مصر الرقمية اللي ترتفع إلى 6.2 مليار دولار خلال سنة 2023 بنسبة نمو 26.5% هذا يوفق أعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت اللي كان أعطى المعلومات هذية في كلمته أمام مجلس الشيوخ ونشرتها صفحة رسمية لمجلس الوزراء على موقع فيسبوك وفق ما ذكروا الوزير فإنه حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهد التعهيد عفوا اللي ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار في العالم الماضي من 2.4 مليار دولار في سنة 2022 وبنسبة نمو قدرها 54% الوزير المصري يقول أنه بلده تستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار خلال سنة 2026 وتتضمن صادرات مصر الرقمية خدمات تعهيد إجراءات الشركات مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات وتصميم الدوائر الإلكترونية وفي قول الوزير اللي يقول أنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر فيما تتوسع شركات الأخرى في أعمالها في مصر هذا بالنسبة لصادرات مصر الرقمية رقم مهم جداً صادرات تكنولوجية بمعنى ما غير صادرات تقليدية رقم 6.2 مليار دولار صحيح بعيدة على عائدات مثلاً السياحة في مصر أو عائدات المرور عبر قنال السويس ولكنه رقم مهم جداً وخاصة النمو متاعه ب 26% يأكد كونه فما معناها يون تندانس فما توجه في اتجاه الرقمية وهذا مهم جداً بالنسبة لبلاد كيما مصر أنا مش نحكي لكم على حوار كان أدل به المسؤول على الاستعلامات الحربية الأوكراني يحكي في عدة مواضيع تهم الحرب تهم الرئيس الروسي فلاديميخ بوتين وكذلك على الزعيم متاع الميليشيا فاغنر اللي توفى في السنة الفارتة نذكره ناس كل اللي الميليس متاع فاغنر اللي في وقت ملوقات كانت في يد النظام في روسيا ومن بعد انشقت على هذا النظام وأعلنت العصيان وبعد بأيامات تم الإعلان على الوفاة متاع يفجيني بخيجوجين في سقوط طائرة هليكوبتر المسؤول على الاستعلامات الحربية الأوكراني يقول كونه ما فما حتى دليل مادي ودليل قاطع يأكد وفاة بخيجوجين لونك بنسبة لهو موضوع وفاته ماهيش راكبة كذلك بالمواضيع أخرى اللي ترقلها موضوع صحة بوتين يقول هو على الأقل هذا اللي قدمه وهذا زاد في حاجة إلى أدلة كونه الرئيس الروسي مريض بالكونسير والظهور التلفزي متاعه يصير فما أشخاص اللي هما يشبهوا البوتين واللي هما يطلعوا في التلفزة كتعويض له بما أنه هو مريض بالطبيعة الحوار أعطاه لي مش أي ميديا معناها هنا نحكيه على معناها الميديا في في القيمة متاع ولكن هذا الحوار يحكي على كانوا استخفاف معناها كينقولوا بوتين مريض دونك ما نجم ش يظهر في التلفزة وفما دي سوزي اللي هما يخرجوا يعاوظوه زادت نجم تكون بين الظفرين خدعة تعرف الحرب فيها الخدع ومنها زاد الحروب الإعلامية أو الحروب الوهمية اللي تصير من خلال محاولة المس من المعنويات مثلا وهذا ينجم يكون مثلا تفسير لهذا التصريح بالمقابل وقت اللي يحكيه على يسألوه على مقال هذه الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وهنا ناخذ الكلمات اللي يتم استعمالهم في الحوار يقول هنا تصبح الأمور أكثر أكثر حدة وأكثر معناها صعوبة بالنسبة للمسؤول على الاستعلمات الحربية الأوكراني اللي يقول اللي الأمور صعيبة بصفة واضحة الوضعية صعيبة برشا معناها يقول هنا معناها ما عادش متأكد من الكلم اللي قاعد يقدم فيه أنتو كما يش بش تكون أصعب من الأمور في غزة اليوم حماس طالب الدول العربية بش تحل مع بالرفح وتدعو الصحة العالمية لإعلان غزة منطقة ماجعة يعني عدد شهداء اليوم وصل لثينة وتلاثين ألف ومتينة وخمسة وتسعين شهيد ومفقود منذ بداية العدوان أدخل فيهم المفقودين ثنينة وتلاثين ألف ثنينة وتلاثين ألف ومتينة وخمسة وتسعين معادش فم عندهم مش حتى بش يعملوا خبز لأفرينا لأرز حتى معلبات يعني اليوم بالحق غزة قاعدة تعيش في مجاعة وحسب الجزيرة تقولنا أنه فهمة وثيقة أوروبية ماتها أنه تقول أنه الاتحاد الأوروبي بش يمضي في محادثات سليم من غير مشاركة إسرائيل يحب الحرب تقف عن من أنه شفنا في الأسبوع الفارض بالمئات ناس في الشارع تبحث عن طعام معناها بالحق كيتموا طالبت شنية الجهة اللي طالبوها الأمم والتحدة ولا الصحة العالمية الصحة العالمية كوني تعلم غزة معناها منطقة مجاعة رأنا اليوم نحكيه على مجاعة نحكيه على مئة وثمانية يوم من العدوان في منطقة هي بالأساس محاصرة هي معناها مسكرة غزة قبل العدوان بعد العدوان الضعف الحصار مش الضعف أصبح بصفة يعني وحشية ومئة وثمانية يوم من العدوان المتتالي فيهم يمكن ثلاثة ولا أربع يوم من الهدنة ما سمي بالهدنة الإنسانية ولي رجع بعدها العدوان أقوى من مكان وبالتالي اليوم أبسط المقاومات متاع الحياة الإنسانية منعدمة في غزة لما لأكل لرعاية صحية معناها بنية تحتية منهارة تماما آخر المستشفية قاعد معناها محاصر قاعد يقع يعني الطاقة الأنترنت كل شيء كل هذه المرافق منعدمة تماما والمعابر مغلقة والمعابر مغلقة يعني ذكركم محامي الكيين في محكمة لهاي في محكمة لهاي قال أنه معبر رفح تحت السلطة واشرع سلطة مصر افتحوا المعبر هذه رسالة نختم بها برنامجنا اليوم افتحوا المعبر كما قالت الناشطة المدنية اللي تواجهت لي سفارة المصرية وكانت تواجهت لي الرئيس المصري بأبشع النعوت جزتما في موضوع فتح المعبر على الأقل خلي اللي بش يدوى يخرج يدوى اللي بش ينجم يدخل مؤونة تدخل مؤونة وإعانات ومواد طبية وخاصة الأكل الأكل والماء الكميات اللي دخلت في وقت سابق كنت ديغزوها الكميات تافيها جدا يعني ما تززيش يمكن حتى ربع السكان لنصف يوم قاعدين يقولوا تعودتوا علينا نموتوا بالقنابل ما تتعودوش علينا نموتوا بالجوع اليوم لكن كأنه جزء من العالم قاعد يتعود مش الكل الناس اللي مسؤولة على المعابر من جهة المصرية ومن جهة الأردنية يتحملوا معناها يتحملوا مسؤولية كبيرة في الجريمة لقاعد نحف نحكيو برشا على معبر رفح مره ما نحكيوه على المعبر اللي من جهة الأردنية لأنه كأنه كأنه باب مسكر هذاك ما غير من حاولو نخلعوه شكرا لك هاجر بوجمعة شكرا زينب الباستي مروين عشوري رفقنا على امتداد الحسن قابل وغدو إن شاء الله في نفس التوقيت أماني في الإخراج تقوى المديوني في الديجيتال وليد برحومة قدام الميكرون حيكم شكرا للمشاهدة